السؤال الثاني السؤال الثاني المظاهرات السلمية ولا سلمية ولا سلمية اسمع لا سلمية لا في عندي مظاهرة سلمية قالوا مصر سلمية واحترقت مصر سوريا قالوا سلمية والسلمية والكرامة والموت ومعرفة احترقت سوريا وماتوا هم وماتوا عيالهم وذهبوا في بقاع الأرض تونس قالوا مظاهرات سلمية وماتوا ما فيها خراب كل دعوة خرجت مظاهرة سلمية رأينا ماذا جرى مصر ما كانت سلمية صار أو لا شو صار في مصر سوريا ما كانت سلمية أول ما طلعوا في الدرح لا تقول مظاهرات سلمية عندك شي تستطيع إيصاله عندك سواء الإعلام عندك سواء المؤسسات الحكومية الجهات الرسمية المظاهرات السلمية أنا صراحة مني وعلي ربما لأني أنعم في دولة الإمارات الحمد لله كل شيء متوفر نصل للشيوخنا وكذا لكن أقول أنه لا يوجد شيء اسمه مظاهرة سلمية تبتدئ هكذا يقول لك سلمية بعدين يحرقوا لبلاد علم سيدي عطلوا حريات مضبوطة نعم عطلوا حريات مضبوطة كيف يعني حريات مضبوطة شرح لي لا يعني مقيد كانت كلمت ممكن يعتقلوك شوف من يتكلم بالحق إذا كان يتكلم بالحق ويتكلم بأسلوب حق فلا أحد يضر نعم أما أنت تتكلم بأسلوب البلطجة وبغير حق وبينة فهنا لا يلام من يعاقبك أعلمت؟ والله أعلم ومسألة أخرى أنا ما أستطيع أن أخبرك أقول لك وأنا الآن اسمع الحيلة وأقول لك لا اطلع مظاهرات أنت من أي دولة؟ أنا من السودان من السودان لو لا أقول لك لا اطلع وحرق السودان وطلب حريتك أنا الآن بنساك وبأسير أركب سيارتي وسير أتعشى وتحوط في الإحديريات وتحوط في الكورنيش وسير وكذا ونسيتك بس أنا حركت بلدك وقتلت ابنك وشرتك وسجنتك وأنا ناسيك هل تريد مني أكون من مشايخ ليرقون المنابر وقلكم لا أطلبوا حريتكم والحرية أولا وأكلوا الخير واطلعوا مظاهرات وأنا الآن عايش في الإمارات في دار زايد قدم على قدم أتنعم براتبي وحياتي وأنت تحترك ترضى؟ خذ الفتوى من أهل من مشايخ بلادك يا سيدي لأن حتى يتحملون تبعات الفتوى علمت؟ حتى يتحملون تبعات الفتوى ليس كمصر أخذ الفتوى من مشايخ دول أخرى ومشايخ الأخرى الآن عند حريمهم ويركبون الروز رايز وعايشين حياتهم وهم تحملوا وباء الأمر لا تغلط غلطتها للشام أغذوا الفتاة من دول أخرى وحرقوا بلادهم هم تشردوا في أوروبا إلا من رحمة ربك وأصبحوا لاجئين لأنهم سمعوا كلام مشايخ من دول أخرى لا تسأل وسيم يوسف ولا تسأل حد من خارج دولتك أنا الآن جالس في البيت وأقول لك اطلع وحرق واطلب حريتك ولقمة الخبز ولكن أنا الآن عندي الخبز وعندي الأمن وعندي الأمان واتحوط وراكب سيارة وبنساك بس أنت احتركت أنت ووطنك لأنك أخذت الفتوى تريد الفتوى خذها من مشايخ دولتك حتى يتحملوا تبعات ما يجري لأنهم مم يشعرون لو صار الأمن أنا أضيع بالكلام اللي أقوله الفتوى اللي أخرجها أضيع منها علمت؟ عالمت فلا تسأل حد نعم شكرا لك سيدي نعم